السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمي لا شك أن كثير من الإخوان الراغبين في الترشح لمباراة التعليم هذه السنة لحظوا تأخر الإعلان على هذه المباراة هذه يعني غالبا في السنوات الماضية كان الإعلان يكون في شهر أكتوبر في منتصف جل شهر أكتوبر ولكن هذه السنة هذه يعني شهر نوامبير تقريبا منتصف شهر نوامبير وما زال ما كانش الإعلان لكثير من الإخوان المتتبعين للشأن التربوي والمستجدات التربوية يرجعوا السبب إلى تأخر الإعلان على نتائج الحركات الانتقالية يعني ما زال الحركات الانتقالية ما تعلنش على النتائج جلها لأن الأكاديميات بناء على هذه النتائج الحركات الانتقالية كتقرر أو كتحدد الخاصات اللي عندها يعني مثلا أعطيكم مثال أكاديمية ضر البضاء نتقلوا منها مثلا 200 أستاذ نتقلوا الأكاديمية أخرى يعني بناء على هذه النتجة هذه لانتقالات ستحدد مثلا المناصب الشغيرة هي 200 أو تزيد مثلا 220 أو 220 يعني السبب الأول ما يقوله المتتبعي للشأن الترباوي هو تأخر الإعلان على نتائج الحركات الانتقالية والسبب الثاني هو ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة هو أنه الحكومة ستقدم حلا مبتكرا لملف تعاقد نهاية شهر نوامبر يعني غالبا ربما أن هذا الحل المبتكر يتم إدراس جيلو في الإعلان على مباراة التعليم أو في شروط جيل مباراة التعليم يعني غالبا يقدر يكون هذا الحل هذا يتم إدراس جيلو في مباراة التعليم هذه السنة هذه وتبقى هذه المجرد يعني احتمالات وكنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله وبالتوفيق إليكم ترجمة نانسي قنقر